في موجة غضب مسافرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من بغداد إلى بروكسل غضب يجمع العراقيين في عاصمتين العاصمتين تجمعهم اليوم دماء عراقية في الحكومتين فوزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية سامي مهدي من الأصول العراقية يهدي رد الجميل على من فرح في تنصيبه فخرا به كعراقي شاب يهدي رد الجميل بالعودة القصرية للاجئين العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم في دول المهجر وزيرة الهجرة والمهجرين فان جابرو ردت بالرفض ضمن بيان رسمي لأي عودة قصرية للاجئين العراقيين إنما هو التأييد المطلق للعودة الطوعية الوزير أثار موجة غضب عند العراقيين وما وصفوه بأنه تخل عنهم في ظل ظروفهم الصعبة طبعا أكثرنا فرحنا لما سمعنا أنه وزير هجرة بلجيكية عراقي شاب وفرحنا لأن قلنا أكيد أنه عراقي رح يحسب معاناة العراقيين والمهاجرين اللي هم ببلجيكية فانصدمنا أنه أول يوم استلم ثاني يوم يريد أنه يرجع باللاجئين الموجودين في بلجيكية اللي هم تقريبا 150 ألف واحد على ما أعتقد الرقم و30 ألف منهم يقول أنه يعني رجع قصري زين وين يرجعون ما يزيد صدمة اللاجئين أن مهدي العراقي الأصل من أبوين عراقيين كما تنشر الصحف موثقة لكن الغرابة في الأمر أن أبويه لجأوا إلى بلجيكا في وقت سابق وكأن 30 ألف عراقي يريد مهدي تهجيرهم قصريا وكأنه نذر في التخلي لسهد جديدا على العراقي ربما أنه أتاد على التخلي مرارا وتكرارا أو كما يصح الاقتباس من كلمات أغنية ما معلم على الصدمات وما أكثر الصدمات ترجمة نانسي قنقر